للحديث عن أوضاع عائلات المخفيين قسريا في العراق ومصير أبنائهم في اليوم العالمي للمغيبين قسريا معنا من بغداد السيدة هبا عدنان المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصريب الأحمر في العراق مرحبا بك معنا سيدة هبا أهلا وسهلا بك حياكم الله يعني إذا نظرنا أولا إلى ما قالته بعض المراكز الحقوقية والمنظمات الحقوقية على سبيل المثال قرأنا قبل قليل خبرا أورده المرصد الأورو متوسط يعني أن عدد المغيبين قسريا في العراق تراوح ما بين 250 ألفا إلى مليون شخص إذا افترضنا العدد الأقل من المغيبين يعني أن هناك 250 ألف عائلة عراقية تعاني وتكابد يوميا في انتظار عودة أبنائها أو معرفة مصيرهم عن أي نوع من المعاناة نتحدث سيدة هبا يعني شكرا لكم طبعا على الاستضافة اليوم يعني بناسبة يوم العالم المفقودين أكيد نتذكر جميع المفقودين في العراق يعني في العالم بشكل عام نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر في العراق نسلط ضوء على احتياجات عوائل المفقودين نستلم كثير من طلبات البحث عن المفقودين في جميع الحائل للعراق يعني بغض النظر عن التسميات بعض التصنيفات منها الاختفاء القصري بعض نصنفها الاختفاء قبل 2003 وبعد 2003 يعني تعدلت التصنيفات لكن بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر المفقود مفقود بغض النظر عن الجهة التي تسببت بالفقدان أو حتى الفترة الزمنية لفقدانه لأننا من احتكاكنا وتوصلنا مع العوائل أثر الفقد على العوائل هو نفسه يعني العائلة التي فقدت الدولية قبل 40 عاما أثره نفسه على العائلة التي فقدت شخصا أو عزيز عليها قبل أسبوع نفسه جميع من يتواصل مع اللجنة الدولية منذ المفقودين ويقدم بالبحث عن المفقود يعامل كملف مفقود يتم فتح لهم ملف مفقود ويتابع لهم لأن جميع العوائل تشترك بنفس المعاناة ولديهم نفس الأمل كذلك بأن ابنهم سوف يعود يوما ما نعم لكن عند متابعة أحوال واحتياجات تلك العائلات هل تستطيعون أن توفروا لهم بعض احتياجاتهم بمعنى على الأقل هل هناك نجاح للوصول إلى بعض المفقودين أو المخفيين قسريا طبعا بالتأكيد نحن كالجنة دولية للصليب الأحمر نستلم يوميا مئات طلبات البحث عن المفقودين مطلع هذا العام فقط سلمنا أكثر من ألف ومئة طلب بحث عن المفقود كنت أعني الحالات التي تستطيعون الوصول إليها سيدة هبا أدرا نعم كنت أعني هل تستطيعون الوصول إلى بعض المغيبين أو طمأنة بعض العائلات بهذا الخصوص بالتأكيد جميع العوائل التي تتواصل معنا عوائل المفقودين تأكيد ويكون لهم ملف يفتح ملف بهذا المفقود نستطيع نحن أن نتواصل معه كلجنة دولية للصليب الأحمر نحاول تقييم احتياجات هذه العوائل بالدرجة الأكثر تعلم أن أكثر احتياج يحتاج لهذه العوائل هو معرفة مصير ذويهم هم يحتاجوا أن يعرفوا إجابات واضحة عن مصير ذوية نحاول قدر الإمكان الاستجابة لهذه الاحتياجات نحاول أن نعمل على توفير إجابات واضحة طبعا عملنا كثير منذ عام 1991 على ملف المفقودين وإلى الآن نعم ما الجهات التي تتواصلون معها لمحاولة توفير بعض المعلومات لطمأنة العوائل يعني أكيد نحن في حوار مستمر مع السلطات وحوار دائم نذكر السلطات أيضا وجهات الفاعلة في هذا المجال على الإفاة باستجارات اتجاه القانون الجولي أكيد لدينا علاقات جيدة مع السلطات العراقية بما يخدم هذا الملف يعني ترأسنا ترأسة اللجنة الدولية للصريب الأحمر اللجنة الثلاثية التي أنشئت بين العراق والكويت وأيضا بين العراق وإيران إلى الآن يعني ساعدنا في الكشف في مطلح هذا الآن فقط تم تبادل رفات بشرية ثلاث رفات بشرية بين العراق وإيران كذلك كان هناك حل لأكثر من ثلاثمائة وسبعة حالة في مطلحة العام كذلك كما أشارت سابقا نثل عشرات طلبات البحث نتابعها نقيم احتياجات عوائل المفقودين ونحاول قدر الإمكان أن نستهل في توثير وتلبية احتياجاتهم سألهي بأقلت بأن لديكم تواصل مع السلطات الحكومية في العراق هل لديكم تواصل مع بعض الميليشيات في العراق خاصة أن بعضا أو كثيرا من المفقودين أو المخفيين قسرا اختفوا في تلك المناطق يعني نحن كمنظمة نستهل نعمل بشكل حياجي نتواصل مع جميع الأطراف بغض النظر عن المستمعات جميع أطراف النزاع في شواء مستمر معهم نحاول قدر الإمكان أن نستهل في التخفيف ومن أبع على العوائل ومؤتفير إجابات لعوائل المفقودين كذلك من خلال تواصلنا وحوالنا دعم المستمر وتفكير أطراف النزاع بضرورة الإيفاء بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي الإنساني للوقاية من الانتقال الأسري وعادة الروابط الأسرية كذلك نعم أشكرك جزيلا الأستاذة هبا عدنان المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العرق